من بيروت ينضم إلينا العميد خليل الحلو البحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية أهلا وسهلا بكاسية العميد معنا في التاسعة عشرة إذن أهلا وسهلا هدوء ثم تصعيد ليشمل مناطق جديدة تدخل ضمن ليست قواعد الاشتباك وإنما خارجها من الجانب الإسرائيلي خاصة يعني نحن أمام أي مرحلة وفي أي إطار يدخل هذا التصعيد الجديد نعم يعني هذا التصعيد ليس بجديد أبدا ونحن اليوم لم نعد في مسألة حرب محدودة في جنوب لبنان إن الذي الصورة تتوضح أكثر فأكثر في غياب ضوء أخضر أمريكي للقيام بعملية إسرائيلية واسعة النطاق في لبنان أو أقله حتى الساعة يعني بدأ لبنان يتحول إلى سوريا ثانية فإسرائيل في سوريا منذ العام 2015 وحتى اليوم تقوم بحرب بين الحروب بحروب صغيرة بين حربين بالأحرى يعني باستهداف ما تعتبره مراكز لحزب الله أو للحرس السوري الإيراني أو عند استقدام أسلحة من إيران باتجاه سوريا تقوم إسرائيل بغارات شبه أسبوعية منذ تسع سنوات وهذا بدأ ينطبق على لبنان يعني هذه الغارة على بعلبك استهدفت مركز قالوا أنه لحزب الله وقبلا كان هناك غارتين على بعلبك إحداها استهدفت ستة مراكز غارة أخرى على جنوب صيدة أخرى جنوب بيروت والنبطية إذن بدأنا شيئا فشيئا نرى أن لبنان يتحول إلى ساحة حروب صغيرة ما بين حربين وخطورة هذا الأمر أنه لا ينتهي وأن الضغوط الدولية على إسرائيل لن تكون كما هي اليوم يعني كما هي في غزة أو كما هي لعدم القيام بعمل كبير في جنوب لبنان فهذه الاستهدافات إسرائيل تقول أنها لحزب الله وذلك لن يرتب عليها ولا عبء ديبلوماسي ولا عبء خسائر في الأرواح في حال دخل جيشها إلى الجنوب ولا أي مشكلة دولية مع أي أحد وبالتالي نحن تجوز ما سمي بما أن هذه الاستهدافات هي صوبة معاقل حزب الله يعني أسلحة شخصيات بعينها وقلت بأن الضغط الدولي هذه المرة لن يكون بالحجم الكبير لأنه هي عبارة عن عمليات محدودة في لبنان كما يجري في سوريا ولكن هل برأيك الجانب الإيراني سيضحي بحزب الله في جنوب لبنان وسيستسلم أمام تقليم أظافر حزب الله في المنطقة ولن يدفع بالضغط أو بتنازلات نوعا ما مع الجانب الإسرائيلي لوقف هذه الاستهدافات نعم يعني كما قلت منذ تسع سنوات حتى اليوم الجانب الإيراني وحلفائه يستوعبون هذه الضربات الموجعة ولكنهم يستوعبونها لأنهم يعرفون بأنه لن تكون عليهم حربا شاملة الحرب الشاملة على حلفاء إيران في المنطقة وعلى إيران تستوجب وجود الولايات المتحدة ضمن هذه المعادلة والولايات المتحدة لا تريد ذلك وبالتالي الإيرانيون يعرفون أن هذه الاستهدافات تلحق الضرر بحلفائهم وتلحق بهم الضرر وتضعفهم ولكنهم برأيهم وكما يبدو قادرون على استيعابها وعلى إعادة تنظيم أنفسهم والتأقلم مع هذا الوضع ولكن ما أريد أن أقوله هنا أن صحيح أن إسرائيل تقوم بذلك ولكن يجب أن لا ننسى أن الإدارة الأمريكية التي اليوم ما زالت تلجم إسرائيل عن عمل كبير في لبنان هذه الإدارة هي اليوم في وضع انتخابات وكلما اقترب موعد الانتخابات وتبين أن إدارة بايدن في استطلاعات الرأي هي تخسر أو تتراجع فقدرة ضغط هذه الإدارة على إسرائيل تتراجع وبالتالي يزيد جداً احتمال قيام إسرائيل بعمل واسع في جنوب لبنان والسبب هو أن كل شيء ممكن أن تقبله إسرائيل ما عدا عدم عودة المستوطنين السبين الذين غادروا الشمال نعم عن هذه النقطة سيئة العالمية عن هذه النقطة البعض يرى بأنه منسوب التصعيد بين الجانبين لن يدخل إلا في باب التهويل الإسرائيلي بتوسعة الحرب أو مزيد من الاستهدافات في الجنوب اللبناني أو في لبنان ككل إنما يدخل في إطار الدفع أكثر لاتفاق سياسي لإرجاع المستوطنين إلى الشمال الإسرائيلي بتدمير القرى نعم يعني أولاً عندما نتحدث عن اتفاق سياسي يجب أن نعي شيء أكيد إسرائيل لن تقبل بأن يعود الوضع كما كان عليه في جنوب لبنان قبل سبعة تشرين الفين وثلاثة وعشرين أي أن حزب الله يبقى في جنوب لبنان ويعود كل شيء إلى ما كان عليه ويعود حزب الله لاستهداف إسرائيل بين الحين والحين في أماكن فارغة هذا الأمر عندما نرى ونسمع ونقرأ المحللين والمسؤولين الإسرائيليين نرى أن إسرائيل لن تقبل به على الإطلاق إسرائيل تقول أنها تريد أفعال وأنها تريد أن يتراجع حزب الله عن الشريط الحدودي أو عن الحدود مسافة كافية لتفادي عملية مماثلة لطفان الأقصى وهذا ما لا يقبل به حزب الله أو على الأقل حتى هذه الساعة لم يقبل به حزب الله وفي المقابل إسرائيل تدمر القرى وما نسمعه من حزب الله وما نسمعه من محاذبي حزب الله هو عود بإعادة بناء هذه المنازل وعلى حد قول الشيخ نعيم قاسم أنه سيبني لهم منازل أجمل من التي هدمت ونسمع اليوم بالذات يعني الجمهور حزب الله يقول أنه سيعاود انتخاب نواب حزب الله لأنهم الوحيدون الذين يمكنهم إعادة إعمار الجنوب هذا هو الجو الذي يعيشونه ولكن هذا جو خيالي وليس واقعي على الإطلاق لأن العودة كما قلت إلى ما قبل 27 هي مستحيلة وبالتالي هناك شيئان يمكن أن يحصل إما عمل إسرائيلي واسع النطاق في لبنان وإما الذي ذكرته في بداية المداخلة هذه الحروب الصغيرة بين حربين والدليل على جدية الإسرائيليين أولا التحذيرات التي نسمعها في بيروت من قبل الدبلوماسيين الأجانب الذين يتوصلون مع الجميع وثانيا الحشود الإسرائيلية على الحدود الجنوبية هناك ثلاثة فرق وثلاثة فرق من قاتلة نتحدث هنا أقله 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 عن حوالي 16 لواء قتال بينهم أربع ألوية مدرع أربعة ألوية مدرعات دبابات وهذا على طول الحدود 100 كم أو 130 كم هذا عدد كبير وهذا عدد ليس للنزهة وإنما شيء جدي جدا أشكرك جزيلا شكر من بيروت العميد خليل الحلو البحث في شؤوني السياسية والإستراتيجية على هذه المشاركة معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر